وفي تصريح خاص لمركز الأخبار كان سيد خالد المسقطي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن التوافقات بين السلطتين حول الميزانية العامة للدولة جاءت حصيلة اجتماعات مشتركة بين وفدي لجنتين الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب مع الحكومة الموقرة مشيرا إلى أن هذه التوافقات جاءت ملبية لتطلعات السلطة التشريعية بداية نحب أن أرفع باسمي وباسم أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أسمع آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظها الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظها الله على ما جاءت بي الحكومة الموقرة من موافقة على الطلبات التي تقدمت بها السلطة التشريعية ممثلة بلجنتين الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ضمن منقشة مشروع الميزانية العامة للمملكة للعامين 2021 و2022 هذه التوافقات جاءت ملبية لتطلعات السلطة التشريعية وفي الحقيقة تمثل التوافق الأمثل في ظل الظروف الحالية الغير طبيعية والتي يمر بها كل العالم وليس فقط مملكة البحرين هذا التوافق جاء حصيلة سبعة اجتماعات مشتركة بين اللجنتين الماليتين في مجلسي الشورى والنواب والفريق الحكومي برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومشاركة عشرة وزراء في الحكومة ما تم التوافق عليه بين السلطتين هو تسع التوافقات وجميع هذه التوافقات مهمة وفي نفس الوقت تمثل تحدي أمام السلطة التنفيذية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الغير اعتيادية من جانب آخر أكدت هذه التوافقات على عدم تغيير الاعتمادات المرصودة ضمن هذه الميزانية للدعم المباشر للمواطنين واللي هو يشمل دعم الأسر ودعم علاوة الغلاء ودعم الإسكان وغيرها من أوجه الدعم وتم الاتفاق بين السلطتين على تأجيل النظر في معايير هذا الدعم لمرحلة ما بعد الميزانية وأنا أحب في الختام أن أذكر بأن الحكومة الموقرة بقيادة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على حفظه أكدت من خلال هذه الاجتماعات والتوافقات أنها مع المواطن وأن المواطن يمثل الأولوية وأحب أن أؤكد أن السلطة التشجيعية بمجلسيها الشورى والنواب تلقت هذه الرسائل الإيجابية التي تقدمت بها الحكومة بكل ترحيب وأنها قد لبت كافة ما تطلع إليه مجلسي الشورى والنواب موسيقى موسيقى شكرا